أصدر رئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتفويد رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن حالة الطوارئ وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس في اجتماع طارئ له على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري لإضافة قضايا الإرهاب التي تهدد أمن البلاد ضمن اختصاصته والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت أفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطريق وأكد مجلس الوزراء أنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة وحسمة للثأر لشهداء الواجب الذين فقدوا أرواحهم دفاعا عن الوطن وأبنائه